السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في حلقتي إذا من سلسلة رامترو وقطارات الاخر 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 الحين نحن اللي محتاجين جامعة بدأ يطلع عنا شي not enough educated workers فإذا بنية نحن على المدارس ونشوف الالمنتري عنا يتعلمون الهاي سكول قاعدين يتعلمون حلو بس عندنا الجامعة عنا جامعة واحدة صغيرة فقررت احطي جامعة جامعة عامة اللي هي هاي لجميع الطلب اللي موجودين على ولا في هذه المنطقة اللي هني موجودة وطبعا الوصول لها كلها من يوقفون هني في الباركن بيكون ماشي لازم ماشي لازم يكون مدخل الجامعة بالطريقة جميلة جدا بما أن الجامعة الحين مهمة هوايد في العالم والتعليم شيء أساسي من تواجد أي فرد وبنفترض بأن نحن سوينا السكان هاي لمن حقيقتهم التعليم فمن المفروض نسوي لهم جامعة انزيل غير الجامعة هاي طبعا بنحافظ على الثيم الشجري مالنا واحد لو شفته أنا أصلا سويته حول الجامعة توه بنحافظ على الثيم الشجري مالنا موجود خلال المدينة هاي خلنا نقول الثيم الشجري هذا بحاول أني ماء غيره على شيرة حلوة وتعطي فرق في الألوان صراحة في الأخضر مالها جميل جدا واستعملتها مرات قبل ودايمن تعطي نتائج ملحوظة جميلة على ما أذكر هذا مفروض آه تعال هذا الroatside thing اللي بيدخل بالسيارة على الأغلب منه مدرسين وغيره فهيهل بنسوي لهم شارع خاص فيهم والناس اللي بتي الجامعة زيارة مثلا توقف في الباركن تقدر توقف هناك على زحمة مختلفة ما تسوي زحمة عندنا في نفس دربة منوء المدرسين اللي يون دائما نحك كل شي تصريف أنا تبا صرفت الموضوع معني توهك ترى يعني أخبركم من الحين من زين الجامعة هاي ترى صغيرة يعني مش بس صغيرة فوق الصغيرة بتكون ترى مش جامعة أبدا بالضخام شوفوا دورمتري هذا السكن شوفوا حجمة حجمة ترى مش صغيرة بس شو لازم نسوي نحن الحين لازم نسوي اوبتمايز اوبتمايز بما معنى لازم نبدأ نسوي نستعمل المساحة بشكل حكيم وجميل يعني في نفس الوقت يعني مو مشكلة إذا هذا موصول هناك عادي نزين دورمتري بعد آآ ست ستادي هول هنا قاعة دراسية نحطي وحدة هني ووحدة هني وما أفترض أنه جميع الطلاب راح شوف وفرضية أنه كل الطلاب راح يدرسون في الجامعة يسكنون فيها صعب لأنه في عندهم المدينة قريبة وأكيد ويد ناس من المدينة راح تدرس فيها صح؟ فبالتالي هذا السكن مفروض يكون نوعا ما كافي بالنسبة للطلاب اللي موجودين عندنا ممكن نمر من عند سكن الطلاب هذا ممر مشا ثاني بس على اساس الشكل وما يقولوا ما في ممر مشا ما في مكان تروح وترجع يعني الناس ما في لها مكان هذي مشكلة بعد ونزيل نحاول نمررنا ممر مشا مشابه للجامعة من الطرف الآخر الجامعة ما هيدخلونها من أي مكان مش لازم كل واحد يروح الادمن بلدنك الادمن سريشن بلدنك هقدارت أكثر شيء المواضيع الثانية مشا وغيرها الحين قاعة دراسية هنية عندنا وعننا الـ Ground Keeping اللي هو هذا الحفاظ على الجامعة هذا مفروض على الأغلب يكون عند منه عند الطلبة اللي هنية بالطريقة هذه على اساس يحفظون على الجامعة الصيانة وغيرها وهذه الأمور تكون في نفس المكان تقريبا وبنحطي مجموعة أشياء معهم نزيل الحين هذا شو هذا نادي من نوادي الجامعة نزيل نشوف الأحجام والشي والنوادي راح تكون تقريبا خلف الجامعة هنية بنخصص لها ممر مشا بالطريقة هذي هذي راح تكون بالنسبة لنا يعني بالطريقة هذي وهذا بعدين بشوف الأشارع عن وصله وهذا النيبة بالطريقة هذي ونحطي النادي نوعا ما مش في الوسط النادي على الزاوية بالطريقة هذي ونحطي القاعة الدراسية عقب وين هني بانا قاعة واحدة دراسية هني طبعا الجامعة مش كبيرة الجامعة مش بالضخامة اللي جامعة صغيرونة ترى فإذا الجامعة صغيرونة ما راح أعقد الموضوع وأسوي شو أشياء ضخمة ويد المكان بيكون نوعا ما مثل ما تقولون آآ متخلنا نسوي قاعة دراسية هني وقاعة دراسية هني صعب أسوي قاعة دراسية قاعة دراسية لأبا بالشكل معاكس بالصبر أباها معاكس حق هذا للقاعة فبني بهذا من هني لهني الخط هذا من زين ونحطي القاعة الدراسية الثانية بالشكل هذا وبعدين نوصل الخطوط المشامة للجامعة نوعا ما أقدر أسوي بعد الوصلة السحرية هاي وهاي بعد تستوي وصلها السحرية حق الجامعة بس هذا ما يحتاج هالجانب هالجانب يحتاج أن الناسبة تيماشي وبتعرف شو قاعة تسوي شوفوا الحين هاي قاعة دراسية والردي فيها خمس وستين هاي قاعة دراسية فيها خمس وستين الجامعة قاعد تستقبل عدد طلاب الاتركتفن اسموال هاي ميتين وخمسة من تستقبل خمسمية طالب راح تقدر تطور تطور اكاديميك وورك نحن ممكن نعطي تبرعات لمنو من الجامعة مبلغ فلوس مثلا ولا من شي من دخل نخصصها حق الجامعة عاش يسوون اكاديميك وورك و نجي وهذا اللي راح يطور الجامعة موالنا نحن توتل ميتين ولا ثمونية واربعين ونحتاج شوي شوين مدهم وعننا ستة اكاديميك ستافتة وخاصنان الميزانية والطلاب ورد يوصل بس يبالنا ثنين اكاديميك ووركس عساس انها شو تتطور غير الاكاديميك ووركس الجامعة مش مجردي مثلا شوفوا فيها سكول فلو فيها اشياء بس هالاشياء الضخمة هاي حق امتدادات اخرى يعني ممكن نمد الجامعة هني يعني اذا بغيت ايب الجامعة هاكنا نسويها قبل يعني نحطيها في قسم ثاني ممكن نمد الجامعة لها الاتجاه ممكن نمد الجامعة الاتجاه على الاغلب راح تمتد الجامعة هني ترا في الوسط نزيل انشاء الخدمات اللي تحتاجها الجامعة الجامعة نبقى نسوي عليها زحمة صراحة فعندنا في مباني حلوة اللي هو اثنين واللي هو وايد مش شوية بس انا بيبهم من نقطتين رئيسيتين اول نقطة اللي هي وين بالنيبة من اهني الى المطار والنقطة الثانية نبقى النيبة من نص المدينة منزيل بالطريقة هاي لين اهني يعني وهي بتكون عبارة عن وكفة وحدة حاليا واحد الثنينة هذي وكفة منزيل والحين عندي وكفة ثانية من هني الين المطار لا لحظة لحظة انا ما بوقفة في المطار تعرفون ليش ان في المطار يون لهني فمن هني بيون لين هذي المدينة ممكن اسوي دايركت للستي او للستي سنتر اذا تذكرون سوينا ستي سنتر قبل اعرفتو مفروض ان احنا نوصل لهناك حاليا نقدر نقدر لا يبالي وصلاتي ديدة ما بقعد يستغل عليه حاليا هذا عقب انا بسويه لكن اعتبروا اني سويته اللي هي وصلة لاخر الدنيا منزيل هذي الجامعة بالطريقة هذي شو سوته نسوينا ابتداء حق جامعة اا نسوي لها اكاديميك ووركس منزيل ما غير حاليا ولا شي ثاني منزيل عساس نرفع وتلعنا 1400 شخص 1400 شخص مفروض يكون امداد جيد على حجم المدينة الحالية الشي الثاني اللي نحتاجه حديقة ونحنا ما عنا للحين حديقة شو ملاهي حديقة الملاهي هذي راح تخدم منه مين جيت كبير مو عنا مين جيت كبير للحين يا اخي ليش منتكفي الوسط يا اخي تقرني ليش نحطيه في الوسط اهني اقدر عفكر احاوله موف التول بس مو حبيت اني حاوله موف التول بنحطيه لها السايد جيت صغار السايد جيت صغار الحين لازم تخدم منه وايد دماكن يعني المنطقة عند المستشفيات متن بارك اريا اه بكبرها صراحتنا صراحة بكبرها بانت بارك اريا بالطريقة هاي صراحتنا بكبرها ما ننزل ونشوف نحطينا السايد جيت اا هذا والسايد جيت هني و緣 التجاه الثاني ها كلها راح تكم مدن وعند الجامعة بعد سايد غيت ها كلها راح تكم مدن فنسبة لي منها فايدة ضخمة وتواجدها بالمكان هذا. خلنا نحط الخط عدل. وسوينا نوصلها بالطريقة هاي. بالطريقة هاي. بالطريقة اه اوكي هذا مش سيدة مية في المية مش مشكلة. حتى ما يلا مش ما احسن قضية بالطريقة هذي. هذي صار عندنا يا جماعة الخير. وصلت. لبداية حديقة ملاهي. عندنا. بالطريقة هاي. وهذا اللي اوتمالها. طبعا بتتكون عبارة عن شكل اساسي. الفنس مالنا. نقول لهذا الحد يكفيها. خلنا نشوف لحظة كيف هي. من اساسا نركبها سيدة. ايوه. بالطريقة هاي ما بتتعدى هذي حق العماير. هاي خليها فاضية. احطي لحظة صبر اول شيء. من المنطقي هاي يكون فيها. كمن باركن. بالطريقة هاي. طريقة هذي. بالطريقة هاي. على اساس الناس سوين بتوقفي يعني انتو خبروني. بعد هاي حديقة يعني. وبنحطي من هني لين. هني فنس. وكذلك بالنسبة للاتجاه هذا نفس الشي فنس. نيبه من هني لين. هني فنان البركنق عايش اللي الفنس. ما كنت عارفة المعلومة الصراحة. والنيبه هذي من هني لين هني. والحين نكمل على نفس الموال. مو علي. هاذا بعدين بعدلة شوية مو بالطول. مش القضية تكسر الدنيا. زينا الحين هذا نسويه به. بالطريقة هذي وهذا. انيبه هني ونشل هذا نسحبه من هذا التجاه شوية. مش امية بالامية ولكن حق الحين زين. بالطريقة هاي. اوكي. فصار عندنا محيط الحديقة هاي. محيط الحديقة هاي راح يكون. الشيارة اللي هني لازم اغيرها شوي. ادور لي الشيارة غير اللي بنفس الجيات وهي. العساس ان الحديقة غير يعني مش. ما ينفع تكون نفس الشي صراحة. لازم تكون شوي مختلفة. وما بحوطها كامل. خلى الناس تشوفها دياخت الملاهي. هذا منظر حلو انهم يشوفونه. الشيارة حق العزلة او الا حق الازعاج. في العادة الشيارة اللي من زرع يحمي الناس من زحمة الشارع. يمتص كثير من الاصوات. ومن بعد الغازات. ومعد كم انبعاثات الكربونية من السيارات وهي الامور. فمن الحلو ان تفكرون في الناس. وتبدأون تحطوا لهم تشجير. التشجير الحين في منطقين فساي خضرة. بس في الا ماكن الصحراوية بالذات. التشجير هذا الهدف الاساسي منه. بعدين دايما الالوان المتغيرة ولا الالوان يساعد من تعديل العين. الانسان يستوي مسرور اكثر يعني. هذا الحين خلنوش نحط الخدمات. عند المدخل. عند المدخل. عند المدخل. هذا قريب هذاك. بنحطي عند المدخل عند المدخل. عند المدخل. عند المدخل. عند المدخل. عند المدخل. عند المدخل. نسوي بشكل المتوازي عساس الناس تعرف وين تحصل هالاشياء. نحطي لنا واحد في الوسط. انزين. الحين شو الالعاب اللي عنا عنا الروتاتينج تي كوب. هذي حلوات احسهم يكونن على مستوى يمشين وتحصلهم على يمينك مثلا. انزين. وعندنا الاشياء الكبيرة عقبة تفتح. احس في مساحة حقهم. هنزين. هذا ما للصغرية. هذا كذلك تحطي لك واحد آآ على نحناء خارجية. وعندنا اللي هاي الدور. نحطي منها حبة وحدة هنا. ما بنحطي منها حبة ثانية. وعنا منطقات ما للصغرية. نقدر نحطي واحدة مثلا. هني ونلزق عقب هاي. فيها بالطريقة هاي. يش تمكنهم واحدة هني. وهذه منطقة الحديقة الحالية. نشوفه. الناس بتي بتلعب ترا بشكل عامي. الناس بتي اكيد. لان شو عاستوا عندهم حديقة في المكان. الانترتينمنت ما لحق النيكست لفيل عالي. نحنا الحين النبل حديقة ايها زوار وتلفل. حديقة ايها زوار كل مزيد. عدد السكان ومشاريع اللي شغال حاليا. بس. الشارع اللي فوق هني. ان شاء الله يكون قياسي صح. قياسي الشبح صح. نزين خلوني. نحطي هاذا شي شوي. ما غير ما اوصره اخر شي. نبني هني. بعد رصة اه عماير تجاري. العماير تجاري هاي على مكان عالمي. لان اطلالتهم شو الحديقة هاي. ولا الملاهي هاي اللي راح عقب تنحط فيها اشياء اكبر ترا. ما نغير شوي التشكيلات. الارض طبعا. بتعديلها موضوع بسيط ترا. يعني عاطنا برش. مش بضرورة تكون سيدة امية في الامية. ولكن تبدأ تعدلها شوي 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 تعدلها. نحنا ما قاعدين نسوي الارض امية بالامية سيدة. لان شوي هذا من سموات الاماكن الصناعية اكثر من اي شي ثاني. فهاي الحديقة مبدئيا فيها بعد العاب ما حطيناها. مثلا. اميزمونت بارك بلازا. بارك بلازا ممكن يكون مكان نفس هذا حلو. مفروض عندنا مطافي نحن نحن. مطافي مفروض عندنا. ما نشكي من مطافي ولكن على ما يبدو. راح نحتاج مطافي صغيرون هنا. هذا يعتبر صغير بالنسبة لنا حاليا. وبعدين نحن بنتفاهم معه. خليه يوصلون بسرعا. استجابة عادي نقدر نحطيه بعد واحد كبير هنا بس عسا يغطي المناطق كلها. هذي المنطقة يبالها صراحة. والريمودل اللي يباله آآ شوية شير واشياء باركنات موجودة اشياء موجودة كل شي موجود. لكن باقي الاشياء. هذي طبعا طفوا الحريقة بترجع مع الوقت شوي طبيعي. نزيل. الحين الحديقة انت ترفع الانترتينمنت ولا الاشياء اللي موجودة في الحديقة على اساس الناس تيك. نزيل. تلموات زوار زيدون مثلا نحن نوصل خمسمائة نفر. يمنوصل خمسمائة نفر شو يستوي. الحديقة لفل. لفل تو تفتح لنا مباني جديدة. طبعا هذا الشيء للناس اللي ممكن مش خبرة في شتي سكاي لين. لكن ممكن يعني هني منها فايدة يعني عرفتون يعرف كل حد يعرف. وهالمنطقة على وشك زحمة عالية من السكان يعني هكامل بتروح مناطق سكنية. هذي التوسعة بتكون ضخمة جدا. اضخم توسعة للحين سويناها. ليش? عدد سكاني عالي. في توزع متساوي عند خدمات نفس الجامعة. في حدي هي. الناس قاتل تستعمل هالمتر وهالمتر واللي عند الا. اي اوكي فيه ناس قاتل تستعمل. والمدخول عندنا عالي وكل شي عالي. فمن الممكن جدا. اننا نحن شو نسوي? نسوي توسعات كبيرة. الحين بشكل عام هاي من توصل الفين وخمسمية بعد بتوصل لليفل ثري. من زين. شو صار ويانا الحين? فتحت عنا لليفل زيادة. لليفل زيادة. مفروض ان نفتح لنا اشياء اي ديدة مثل ولا شي. افا. آه لليفل ثري يفتحها. مش لليفل تو. بس اظنى عادي لان انا اردي عندي هاذا وايد عادي. فمش محتاج اعبي لحديقة اشياء لين شو? لين تحتوي. لكن في اشياء صغيرة. شو الاشياء الصغيرة بتشوفون اخر المنيو شو? كراسي هس والف. هاي اللي تخلي الحديقة حديقة. يعني الحديقة مش حديقة اذا ما فيها يلسات. شوفوا. مثلا هني دور ما دور. على الانحناء هاي يلسات للناس. الناس التي تقعد تستانسف وقتها تسولف هالامور. عرفتو? عندكم المداخل مثلا. المداخل هاي شو يفرقوا اياكم. مثلا هني وردة. شوفوا على المدى القصير يمكن تحسون ما في فرق فعلي. لكن يوم بتعبون المكان شوية. اشياء بشكل بسيط يعني عند المحلات عند هالا الاشياء. بتحسون شكل المكان يتغير يوم تطالعونه بمنظور عالي. يعني الحين هذا الورد قد ما يشكل بالنسبة لكم الفرق الكبير حاليا. لكن راح يشكل الفرق. يعني شوفوا. يالس يكسر الوان الخريطة. حلو? نفس الوقت هذي مكان تجمع شو? اطفال. نحطي مجموعة العاب هني. بالطريقة هاي. نقدر نحطي لهم هاي على الزاوية هني. تحت الشيار ما للالعاب الصغيرة. في كل الزاوية من الحديقة ما بنسوي وايد وايد يعني. حطي لهم فود كارت هني. شوفوا. كل جزئية من الحديقة ممكن تستغرق وقت طويل. يعني الوقت اللي ممكن تاخذها عساس انك تزين الحديقة والناس التي تطالع وتستانس في الحديقة ياخذ وقت شوي. بس هاي الاشياء اللي تسوي فرق وايد يعني عندكم صراحة في المستوى تسوي فرق جميل. الحين في اشياء ثانية موجودة عندنا نفس ما المشاة ما لهالاشياء. هاي ما الحديقة انا عارف ولكن مثل عندكم انتو في حديقة حق منو حق المشاة ولا اماكن المشاة فقط. نحددها. نزين؟ الحين هذي البارك مينتننس بلدنك ما بحطي هني صبر بنحطي عندنا منطقة صناعية. كان حلو اذا قدرت احطيها هني ممكن احطيها هني بس ما بقى الشل الباركينجز. فممكن نحطيها عند المباني ولخلف المصنع هذا. ويقعدون ينتقلون جماعة من حديقة لحديقة يسوي لها صيانات اللي تحتاج اه انه يصينونها مثلا. هلهم بيطلعون فيش عندهم خراب. فيه ثلاثة طلعون. نزين. يمكن يعدلون الاشياء اذا اختربت يردون يزرعونها يسوون اشياء. الحين لاي لمدة هم شغالين نحن ما نعرف. نزين. الحين المنطقة بشكل عام شوفوا فيه اشياء ثانية من حدائق ثانية ترا عادي تحطونها عندكم فالحديقة ترا عادي يعني. مثلا اقدر احطي الالعاب ما الحديقة العام ما هني ترا عادي يعني. ها. يا هاي اللي قعدون يا هالا هني يلعبون هالسوالف عادي ممكن جدا. ممكن اسويوا منطقة رملية صغيرة حق العاب الاطفال الاصغر عمرا. مش لازم كله بس حق الكبار. وايد. مزين. الحين المكان محتاي زينة المشاه هاي اللي نحنا كنا نتكلم عنها قبل. مثلا جنب الحديقة هاي عند البوابة مكان مثالي حق الفودتراكس وهالسوالف. ليش الناس التي الحديقة صح? فالناس بتي حق الفودتراك اللي هني. الناس بتي حق الايس كريم اللي هني. يا هال موجودين عندكم. الزيارة اردي شغالة. المكان سياحي صح? فما يضر ان نزيد حوله بعض الاشياء اللي تخليه اجمل. حتى لو كان هني مثلا نكسر شبك ولا شي. حتى هني عندنا مكان. انزين. فاونتن بلازا ما بقى حطيه هني. هذا حيك دوار حق هالاشياء. انزين. في اشياء الاكبر هاي اللي انا ما اعتقد اني ابو احطيها هني الصراحة. ولا داخل هني. هاي يمكن اسس لها مكان على اساس يكون مكان جميل. بس مش احطيها بالطريقة هاي. صراحة ان هذه او هذه المداخل. هذه عقب. يمكن اسسها مع تأسيس المدينة القادمة. هذا موضوع ثاني. انزين. الاشياء الثاني اللي ممكن نستفيد منها شو? البنشات والاشياء اللي موجودة. يعني. في عندكم هني زينة. ورا الحديقة. او شي خلينا نحطيه نحطيه لكم من اشيارة. هني هاي من اساليب زينة تمنوه المكان. على اساس المكان يكسر لونه. فاذا نحن بنحطي حديقة وجامعة الحين. المكان لستوه متطور. المكان المتطور يحتاج اشياء متطورة. يعني شوفوا هذا ما الايس كريم. نحطيه لعربة هني. اه نحطي اه في النص هني شلال. جنب الشلال خلنا نشوف لنا كم من وردة اذا نقدر نحطيه ولا كرسي. مزين? نحطيه لنا ورودة هني جنب الشلال. مزين? نحطيه لنا جدامة بعد. عساس الناس بتيه طالع تستانس. البنش لازم يكون حول الشلال بنشات بس مش هاي. ايوة مثل هاي. نلف نحطيه لهم بنشات وين? حول الحديقة هني بشكل هذا واحد اثنين ثلاثة ثنين اي كفيه. ونحطيه لهم. الثنين هني الناس التي تقعد المكان مسواي انه يستخبل الناس اه شرح شوية. اعرفتو? هني عندكم براقولة. البرقولة ممكن نحطيها فوق حتى الكراسي يعني. بس البرقولة بشكل عام حق اليلسة حلوة. مزين? ممكن نحطي براقولة الثانية العودة هني. على اساس فيه يلسات عندما الايس كريم وغير اليلسات اللي نحن نعرفها. وفي عندهم مجموعة شلالات واشياء وفود تراكس بس انا اشوفه هني. فود تراكس حلوين. شوفوا. بالطريقة هذي. وعندنا الغير الفود تراكس. اه كان فيه اشياء مجموعة ما شاء الله يعني شيكت عليهم بسرعة انا ما لاحكت اني حفظهم. مزين? نحطي لهم هاي اعسابين الحديقة منظمة. اه الناس اتي اه ما تعقش بساختها ما وراها. وهلما جرى يعني. والنيب البنشات العادية. نحطيها تحت منه تحت البراغولة على اساس يبين ان المكان مكان يلسى يعني مش مكان بس تقزير يعني. نسوينا بس براغولة فاضية ما فيها يلسى بعد مو بشي تراه. بالطريقة هذي البراغولات. وبالطريقة هاي استوى عنا منطقة فيها فود تراكس وفيها اشياء الناس تقدر تزورها. في حد في الحديقة اصلا بوان تو وفزيترز حاليا. لكن تشوفونها كيف. هاي مقابل حديقة الملاهي يعني. يعني الناس لها مكان تشرد highlights.. مش مجرد انت عندك حديقة وخلاص التكزير.. لا لا ما استويا. الحين بدأنا استويا عندنا فلوس.. دم عندنا فلوس اوو وصلنا قريب المليون.. يا حبيبي.. حديقة اصلا اطلع فلوس اه يا الله طلعت ولا ما طلعت.. اكاديميك يهي الرابورت.. وصلنا تقرير سنوي مع الجامعة.. ندعم.. شو لاكاديميك ويركز.. نقدر نحنا نسوي ونعطيهم تبرع عرفته سوينا اثنين هذا معناه الجامعة حققت شروط التطور مالها شو بيستوي عنا بتفتح لنا الجامعة اشياء يديدة نحن حطينا هاي الجامعة نظريا بتفتح اشياء يديدة لاذا كان في لفل ثري لا في لفل تو فستال كلاب او دور ستدي هذا كبير احيدا هي هذا حق امتداد الجامعة الياي بس هذا الجم مثلا احيدا كان مفروض يركب ايه ممكن يركب يعني ممكن اذا اسوي لمكان ايب هاذي هني الكلاب زين على امل هاذي يركب هني مو مشكلة الشارع اللي تحت مقدر انعدله زين نمد الشارع يديد نبنزيد شوي الزحمة في المكان نحظة صبر زين خلنا نوصل لهذا بس يا اخي اكرا هيهم الاشياء بالملي واحد ولا ثلينة ملي تخترب عليه ازعل زين الجامعة هني ممكن ما نوصل فيها شي حتى بس خلاص يكفيها هاي الجامعة هني للامتداد القادم هذا اكثر من كفاية بالنسبة للجامعة من وجهة نظري يعني ليش الجامعة استوت تشل كمية ناس اللي نحتاجها حاليا ممكن امتدادها للصوب الثاني بكل سهولة يكون لها قسم ثاني الجامعة فالفكرة العام ما شو هذا اذا ما استوى من اهني برأيه شي شارع ثاني من اهني مر سيدة على هذا وهذا ممكن ما يتوصل لان المكان غير صحيح هذا بس نبا نوصله على اساس يسوي لنا كرس من السكن على طول الهني اساس الناس ما تمشي من سافات طويلة ننزيل هذا معنا صارت الجامعة لنا حتى الجم سوينا فيها يعني الجامعة سكورها بيرتفع لكن مش بما فيه الكفاية الحين الاتراكتفنس نحنا اليوم بنزيد قسم ثاني للجامعة بعد التمدد السكاني الضخم ما بيوصلنا 65 ألف التمدد التمدد مهروض يوصلنا 60 70 ألف 80 ألف يعني بيكون تمدد الضخم مبنية على خدمات مبنية على أشياء مبنية على حدائق مبنية مثلا إذا أراويكم هنا شو يصير الريسورس هنا يمكن نبني منطقة تشجير ونحاوطها بعد عسى يستوي عندنا صناعة مباشرة على الدوار وعلى المصانع وعندنا المنطقة هنا كفاليو شوفوا كم فاليو المنطقة هاي يعني هاي يعتبرون راهين كل بيوت كبيرة ترى البيوت اللي هنا ضخمة يعني لا تعتقدون انها بيوت عادية فالمكان سيرفست يعني انها قدوي ولا فيه سيرفست حلوة حق الناس اللي تقعد تسكن شوفوا المستشفى له مراجعين سبعة من ثمانمية ما فيه ويد مراجعين اللي هو زين معنى الناس ما قاعدت امراب الشيء الأخير اللي تم ما حطيته لساموتوريوم بحطيه عند المستشفى هذه ممكن نحطيها دايريكت هني عند مال الأطفال على أساس يكون لها امتداد عالي ونحتاجها هاي الصراحة لانا بنسوي هنا بعد منطقة اذا ما اددنا الحديقة بنسوي منطقة زيارات واشياء ثانية بهاي الطريقة فعليا هاي سيرفست يعني اظن الحديق كلها يعني بهذه الطريقة انا اتصور الحديقة والجامعة صاروا حلوين وجنبعا طبعا كثافة الحديقة راح تزيد يوم يزيد الليفل لكن نحنا راح شو نسوي نحاول نتخلص من الزحمات هذي قريبا وبنسوي الشوارع والدووير بنغير الستركشور مالها شوي هاي الجسور راح تتغير لازم يكون تقاطع مختلف مشكورين على متابعة هذا الفيديو كان عندكم حلقة الجامعة والحديقة اتمنى لتعجبكم ونشوفكم في فخرات خادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته